السلام عليكم ورحمة الله. متابعنا لعزار جانالكم وفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه طريقة تأكيد الهوية في تطبيق الفيسبوك. تابعوا اياي الشرح للنهاية حتى تستفاد. ولا تنسى من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصل لك كل شي جديد. اول خطوة نسويها الروح الى الصفحة الرئيسية. نضغط هنا. ننزل الى الاسفل. الى الاعدادات. بعدها الروح الى الملف الشخصي. الملف الشخصي. نضغط على المعلومات الشخصية. عفوا الملف الشخصي يتقسم الى عدة اقسام. من ضمنها المعلومات الشخصية. بعد ما نضغط على المعلومات الشخصية. نضغط على تأكيد الهوية. تأكيد هويتك على الفيسبوك. بعدها نضغط على تأكيد الهوية. نضغط على حماية الحساب. هاي حماية الحساب اللي هي اتخص المصادقة الثنائية. يجب تفعيل المصادقة الثنائية حتى تقدر تأكيد هويتك. عن طريق تشغيل مصادقة اثنائية ووضع الرقم. عند تسجيل الدخول يجي كود. يلا تقدر تسجل الدخول والكل يعرفها. نضغط على تشغيل اعلانات قضايا اجتماعية وانتخابية وسياسية. نضغط على تحديد. تحديد البلد. نختار العراق. وطبعا كل واحد وحسب المنطقة او الدولة اللي عايش بها. ظهرنا اثنيا خيارات اللي هي المصادقة الثنائية. انا نفعلها مكتمل. اذا انت من فعلها لازم تفعل المصادقة الثنائية. بعدها نختار بطاقة هوية شخصية. تحميل بطاقة الهوية. نضغط على التالي. البطاقة الهوية. اما جواز سفر. رخصة قيادة. بطاقة هوية قومية. او نضغط على عرض المزيد. هذه هي جميع البطاقات اللي مقبولة. على سبيل المثال البطاقة الانتخابية. قيد عائلي. شهادة زواج. وغيرها من البطاقات. اي بطاقة عندك متوفرة تقدر تأكد بها على الفيسبوك. انا حاليا راح اكدع عن طريق البطاقة الانتخابية. نضغط على التالي. اه يقل لنا التقاط نسخة فوتغرافية لبطاقة هويتك. نضغط على بدء الاستخدام. يقل لنا تمكين الوصول الى الكاميرا. نضغط على سماه. ناخذ صورة لبطاقة الهوية ونرجع لكم. بعد ما اخذنا صورة لبطاقة هويت الناخب نضغط على ارسال. جاري تحميل معلوماتك. حاليا جاي يقل لنا شكرا على ارسال المعلومات. وعادة مراجعة تستغرق 48 ساعة وسنرسل اليك اشعار بمجرد اتخاذنا القرار. نضغط على اكمال. حاليا يقل لنا جاري مراجعة بطاقة الهوية. ننتظر التأكيد والموافقة على الهوية. اتمنى تستفادون من الفيديو ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلكم كل شي جديد. مع تحياتي للجميع.